عشرون عاماً من غزو أمريكا لأفغانستان انهارت بلحظات وأصبحت حركة طالبان في القصر الرئاسي بعد أن سيطرت على كامل البلاد في أقل من عشرين يوماً فأصبحت أفغانستان مضربة مثل للدول الخاضعة للاحتلال الأمريكي مباركي أمبر طويل التصول مصير الرئيس الأفغاني أشرف غني بدأ كأنه أثر في نفوس قرنائه من حكومات ما بعد الغزو فها هم بعض الساسة في العراق بعد أن كانوا يطالبون بالخروج الأمريكي الفوري من العراق أصبحوا يدعون إلى تراتبية لهذا الخروج وبشيء من التأني والبطء وإذا كانت الحكومة الأفغانية المنحلة لها خصومة مع طالبان فإن العملية السياسية في العراق لها ألف خصومة مع الشعب العراقي خصومة مع ذوي شهداء ثورة تشرين وذوي المعتقلين والمهجرين خصومة مع إرث العراق الحضاري ومستقبله المرهون لقوى الاحتلال وموارده المنهوبة ولعل سيناريو أفغانستان أوصل رسالة إلى العملية السياسية في العراق مفادها أن الذي يأمن السياسة الأمريكية سيأتيه يوما ويلدغ من ما منه عشرون عاما في أفغانستان بدأت بغزو نشأ بكذبة وانتهى بقرار سريع وما بينهما تدمير البلاد وإشاعة الفوضى وإنفاق مئات مليارات الدولارات على المؤسسة العسكرية الرسمية التي انهارت في عدة أيام وكأن جهود أمريكا في البلاد لعقدين من الزمان ذهبت هباء منثورة كذلك في العراق تشابه في البدايات قد يقود إلى مصير مشابه في النهايات وما بينهما حكومات فاسدة وبلد بلا سيادة ومؤسسة عسكرية مترهلة أمام تغول الميليشيات وتحكمها بمفاصل الدولة تغير لهجة الساسة في العراق تجاه إخراج القوات الأمريكية يؤكد أن الدرس الأفغاني كان مرعبا لكل من استقوى بالمحتل للتسيدي على أهل بلده